اشتركوا في القناة اخطاء بدنا نعدلها طول ما احنا عايشين في اخطاء بدنا نعدلها بس هاي هي الفكرة يلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الامتحان الالكتروني موجود على صفحتي الله يرضى عنكم يا رب بس احنا بدنا نحل هذا ليس شرح وانما ايش وانما حل هذا مو شرح يا اخواني هذا حل هيك مع ملاحظات بسيطة بسم الله اي فيل ايش اي فراغ سو من السويتس الان وش بعد وش يا ماضي يا ماضي تام يا كود ياود هاي غلط هاي غلط يا هاد انت ايتن يا هاد ايتن معناها مية بالمية الفرق هون والحل على المعنى I feel ill الآن أنا أشعر أني مريض أتمنى لو أنني أكلت كثير حلويات ولا ما أكلت يعني ما أكلت كثير حلويات طبعا الجملة لا تمثلني لكن هيك المنطق يعني إذن هون I wish I hadn't eaten so many sweets إذن هذا هو الجواب الصحيح Hadn't eaten الآن I wish I had brought my coat الجملة اللي بتعطي نفس المعنى لاحظوا بالله عليكم I wish I الآن هون I wish if only if only I wish معناة هون ما فيش تحويل من I wish لI wish إذن هاي غلط ما في تحويل من I wish لI wish هاي غلط في تحويل من I wish لI if only والفرق بين wish وif only وكتبناها مئة مرة الفرق في البداية فقط لا غير إذن هيكون الجواب i had brought أي واحدة الجواب الصحيح الجواب الصحيح هي إيش هي بي إذن تحويل هون من wish لI if only wish وIF only بالله عليكم شو الفرق بينهم بس اللي هي البداية وفي فرق اشيء غير هيك أبداً ما فيه إذن فرق حصراً في البداية فقط إلى آخره قطعة اللي هي الضمير اللي تحته خط إنها تتازر بشكل حر من هي اللي بتتازر بشكل حر؟ اللي هي جوردن وحكينا إت وإتس في القطعة كله بيعود على الأردن الآن لازم تستورد الآن كذا وكذا ووارداتها كذا وكذا إذن هاي بتحكي عن الواردات فالفقرة اللي فوق هاي discusses تناقش البضائع ذات جوردن تستوردها وهو الجواب الصحيح طبعاً سوصدرها؟ لا طبعاً اتفاقيات التجارة؟ إذن الجواب اللي هي الآن مستر غانم I wish I had research Chinese culture before I visited the country I wish I had research طب بدنا نشوف الآن بيحكي هون أنا أتمنى لو أنني إيش؟ لو أنني بحثت في Chinese culture إذن معنى هذا الكلام هل هو بحث ولا لا؟ أتمنى لو أنني بحثت إذن بحث ولا ما بحث؟ ما بحث إذن الجواب الصحيح بده يكون اللي هو أنه مستر غانم ما بحث كونها ماضي تام إذن حيكون أصلها ماضي بسيط من في إذن الجواب هو He didn't research the Chinese culture before he visited الآن He didn't research الآن لو بدي أتأكد من حلها بحلها If only he had research أو الآن I wish I had research الله يرضى لي عنكم يا رب إذن هذا أحد أصولها الآن ما بعرف تعرفوا واجب هيك في الأسئلة يا السلام اللي بحلوا هذا واجب أكتبوا لما تيجوا تكتبوا هيك نخلي الأمور مرتبة منظمة نكتب حل الواجب الآن حل الواجب هلأ شو هو الواجب؟ الله يرضى لي تكتبوا حل الواجب وهو الحل حل الواجب أعطيني أصلين أصلين مختلفين لهذه الجملة اللي فوق I wish I had research شو تتوقع أصولها؟ ممكن يكون أصلها كذا لأنه كذا بنحوله وكذا بنحوله لهاد فرب الثري 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 سبعة طبعا مش مطلوب مني أسمع هذا مش محفوظات يعني الآن واحد فيهم الحل ضل ستة أعطيني منهم اثنين من الستة إيش في شالات معينة لازم تحلها لهاد فرب الثري هذا حل الواجب طبعا مش إجباري أنا بيهمني أنا إذا شفت الستة كذا هذول بعرف إنهم حيصيروا هادفرب الثري مش مطلوب مني والله إنه الهادفرب الثري لازم أرجع لستة أصول لا أكيد لا لكن والله اللي بيحلوا بيكون بسم الله ما شاء الله طيب الآن هون Can you tell us about your last meeting in China مستر غانم بيحكي Of course I arrived on time You must not arrive late يجب أن لا تصل متأخرا As this shows disrespect هذا يدل بعيد عنكم على قلة احترام شو هو هذا اللي بيدل على قلة احترام اللي هو الوصول متأخر الوصول متأخر إذن هون اللي هي arriving late Arriving late هذا هو الحل الصحيح طيب Be careful when you answer the questions كن حذرا وأنت تجاوب على الأسئلة And try not to age Not to make a mistake متلازمة لغوية دوزية الحفظيات الحفظيات والمش موجودة عنده يطلبها من جروب التجمع بيبعثوا لياها إن شاء الله أكيد الآن the customer wanted to فراغ over the price of the car الآن the customer الزبون يعني wanted to الآن أراد أن إيش الآن over the price على سعر السيارة بده إيش؟ بده يفاوض إذن negotiate بمعنى يفاوض الآن دول الخليج contain most of the world's oil oil reserves اللي هي احتياطي إذا بعرف أنا شو معنى oil بعرف شو معنى reserves انحلت المشكلة احتياطي الآن was the successful meeting هل كان اجتماع ناجح؟ الآن مستر غانم بيحكي الآن يس نعم كان اجتماع ناجح أوكي الآن هذا اللي بيحكي عن إيش اللي هو the last meeting آخر اجتماع الآن السؤال هون one of the following words إحدى الكلمات التالية is written incorrectly يعني كتبت بشكل شماله غير صحيح غير صحيح الآن كتبت بشكل غير صحيح غير صحيح يعني فيها الآن spelling mistake اللي هو خطأ في الكتابة هل هي كلمة patient هل هي كلمة prepared كلمة compromise negotiating طبعا هذول جايبهم من القطع نفسها بس وحدة فيهم هون مكتوبة غلط ياتوا أي وحدة فيهم الجواب الصحيح اللي هي كلمة patient الآن ما هتكون هون اللي هي ant المفروض patient طيب الآن keep your representation طرح بالمناسبة أحكي الله يرضى عنكم الامتحان مش سهل طرح هيني بحكي الامتحان مش قليل يعني مستوى وزارة فوق الوزارة بشحيطة صغيرة يعني مش مش قليل يعني طالب اللي يجي في علامة هذا سفاح من الطراز الأول يعني بصراحة الآن keep your representation short and simple الآن خلي short and simple start with some friendly comments الآن for example thank your hosts for allowing you to speak to them إلى آخر هلأ to keep your representation brief أنك تخلي presentation brief هلأ مفتاح الحل كله قائم على هاي الكلمة الآن هاي الكلمة من الكلمات اللي كنت أكتبها في الحصص يا أخواني brief معناها مختصر أو موجز مختصر أو إيش أو موجز عشان نخلي الآن presentation brief مختصر أو موجز الآن هذا هو أحد إيش أنك تخلي brief مختصر أحد الأمثلة على الفرندي comments لأ طبعا أحد الأساليب to speak slowly and clearly لأ طبعا هذا أحد الطرق to appear confident تكون واثق لأ طبعا هذا أحد features of the good presentation نعم وكنا نحكي اللي هي صفات good presentation أول شيء لازم يكون اللي هو short and simple وشورت أنا متأكد أني كاتب كلمة brief بالقطعة هاي وحتى لو مش كتبها وكتبوها معناها مختصر أو موجز إذن هذا هو الجواب الصحيح هلأ نستفيد بس كلمة manners معناها أساليب أو طرق أساليب أو طرق طيب هلا huda was too busy yesterday she wasn't able to come الآن كانت مشغولة مبارح ما قدرت تيجي ياريت لو إنها she were able to come إنها قدرت تيجي ياريت إنها قدرت تيجي ياريت إنها قدرت تيجي ياريت إنها ما قدرت تيجي إذن هذا دي أكيد غلط مليار بالمئة الآن هون she was اتفقنا إن was ما بنستخدمها في درس وشو if only ضل where و had been هلأ she was able to come was الwas هاي اللي هون زمنها إيش هاي ماضي إذن بدي أعمل regret عن el past عن الماضي فبدي أحولوا لماضي إيش يا حضرات لماضي تام الماضي التام اللي هو had plus four بالثري إذن جوابنا الصحيح هيكون if only she had been able to come ياريت لو إنها قادرة على المجيد طيب الآن I can do this exercise I wish I for are اتفقنا بعد وش يا أما ماضي يا ماضي تام يا كود يود لا حول ولا قوة ألا بلا كلهم هذول بزوطه الآن هذا ماضي عفوا هذا اللي هون ماضي وهذا ماضي تام وهذا ماضي تام هذا مضارع هذا اللي هون غلط مية بالمية الآن had understood hadn't understood آه شوفي عنه هون can't الآن كانت اتفقنا نحول هلا verb 2 إذن I wish I ايش I understood إذن I wish I understood I wish I understood طيب الآن بدي أطلب منكم طلب صغير هذا كان واجب واحد الطالب الي زقرت اللي عن جد بدي يدرس يكتب الآن حل الواجب الثاني حل الواجب الثاني هلأ شو هو الواجب الثاني سؤالي لو هاي اللي هون يا أهل الخير اللي هي كلمة can't هاي هل إيش الآن I wish I إيش ات هون هاي لو كانت إذن نكتب حل الواجب الثاني وتكتبوا لي شو ممكن يكون الحل الطالب اللي بحلو بيكون صح بمعنى الكلمة صدقا يعني الآن يلا يا محترمين الآن ابراهيم was right and was wrong ابراهيم كان على حق وأنا كنت غلطان بصراحة ابراهيم كان صح وأنا اللي كنت غلطان I wish I فراغت الآن I wish I هلا كونه was right and was wrong الآن ماضي فالحل حيكون ماضي تام الآن ماضي تام هاي غلط وهاي غلط ضل هاي يا هاي الآن كثير أخواني كثير كلمات بسيطة على بواب جامعات إحنا الآن والله كان ابراهيم كان صح وأنا كنت غلطان ياريت لو أني سمعت له ولا ما سمعت له ابراهيم كان صح ياريت لو أني إيش سمعت له إذن حيكون الجواب اللي هو I wish I had listened to him إذن هذا هو الجواب الصحيح طيب الآن نحلا couldn't have found سؤال متميز مش قليل نحلا couldn't have found her way round the city very easily if only she فراغ أماب آه if only she هاي شو هاي اللي هون could معنا تبدأ حول لها زائد ثري الآن بتطلع على الخيارات هون هاي لحالها هاي اللي هون غلط هاي هاي مالهاش علاقة في الحل أصلا هاي هاي مستحيل لأنه قلنا ما فيه ما ضلش إلا إيش اللي هي هاد هاد إذن هون couldn't إذن هتحول لها تعالوا شوف معنا الجملة مهم جدا الآن نحلا couldn't have found ما وجدت الآن الطريق حول اللي هو المدينة ضاعت البنت ياريت لو كان معها خريطة إذن if only she had هذا هو الجواب الصحيح لحد هون كان علي علامات هذا فش علي علامات اللي تحت لكن لازم مفروض نحله الآن بيحكي هذا دينيس سرنسن الآن the sensations يعني الإحساسات كانت نفس الإحساسات إذن ones هذا الكلمة هاي refers to بتعود على مين على the sensations الإحساسات اللي اشتغل فيها في الآن ال other hand في اليد الأخرى طيب الآن عديب البلوشي يا أخونا بالله هذا من دبي الآن اللي بتعرف فقصته أكيد الآن معنى كلمة Sponsoring Sponsoring اللي هي Funding بمعنى يمول إذن Sponsoring Funding الآن you can borrow this book tomorrow I will let فراغ buy then buy هاي اللي هون وراها مش ماضي هيكون مستقبل تام إذن will have finished إذن الجواب will have finished I will have finished it buy then الآن buy next year فراغ you فراغ England الآن buy next year buy مش ماضي مستقبل تام إذن هيكون will have visited England in 30 years time يا باي هالسؤال هذا الآن مهم حطوا عليه إشاء الله الآن الآن فاصلة time الأصلا مستقبل مستمر لكن الآن هذا أول شي مش مستقبل هاي اللي هون is going to بعد ها فعل مجرد will بدو يجوال فعل مجرد إذن الجواب هون اللي هي will have graduated will have graduated وحكينا فاصلة time مستقبل مستمر لكن مع الفعل graduate هتكون مستقبل إيش تام لأنه لو حكيت من هون لثلاث سنوات أخوي هيتخرج معنا هذا meaning ذات معنا هذا الكلام كل يوم وين راح أخوي راح يتخرج ورجع وهذا المعنى off the track يعني بعيد عن الشيء اللي بدنا وسلامة عمركم خبروني بعلماتكم في التعليقات زائد الامتحان مستوى ممتاز إذا حاب تخدم في طالب تعرفوا بغض نظر يأخذ عندي ما يأخذ عندي يستفيد إن شاء الله تعالى ابعث له الامتحان الإلكتروني وبعث له هذا الفيديو وتكسب أجر تأخذ منك الحركة تقريبا خمسين ثانية لستين ثانية ممكن تكسب أجر فيه لشهر معينة الدرس درس عليه علامات الدنيا بالتوفيق والتيسير سلام عليكم رحمة ربي تعالى وبركاته نشوفكم على خير يا رب